واشنطن تحذر مجدداً أنقرة بسبب نشاط حركة حماس المالي في تركيا وتهدد بورقة التصعيد الرئيس أردوغان مطالب أمريكياً حسب إدارة الرئيس بايدن بالتطقيق في دعم الحركة التي تصنفها بأنها إرهابية ووقف التبرعات لها التي تجري على الأراضي التركية فوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبق وأنزار تركيا الأسبوع الماضي لينقل القلق الأمريكي المرفق بالتحذير المبطن والعلني أيضاً للشركات والدوائر الحكومية التركية ملوحاً بورقة العقوبات هل أذان الرئيس التركي صاغية للتحذير الأمريكي أم لا؟ ما خيارات أنقرة أمام هذا التهديد والذي شمل أيضاً وقف الدعم لروسيا ما أوراق القوة في يد الرئيس التركي للصمود في وجه التهديد بالعقوبات وإن تكمن نقاط الضعف التي قد تستخدم ضده لإرضاخه وهل سيرضخ؟ بداية هذا التقرير قبل أن أدخل في عمق النقاش مع ضيفي تلويح أم تهديد وتنفيذ؟ لم تتضح الصورة بعد ولكن يبدو أن واشنطن ماضية في طريق فرض عقوبات جديدة على تركيا فما القصة؟ جاءت تلك التهديدات بعد زيارة وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى تركيا الأسبوع الماضي ونقله قلق بلاده بشأن علاقات أنقرة مع حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية فما شكل تلك العلاقة؟ نيلسون قال أن حماس تجمع الأموال داخل تركيا مؤكداً صلة تركيا بجهود سابقة لحماس استهدفت جمع الأموال من مانحين وجمعيات خيرية ومنظمات لا تسعى إلى الربح اتهامات واشنطن لتركيا بدعم الحركة مالياً وعسكرياً نفتها تركيا ولكنها زادت بشكل كبير مؤخراً من حجم التوتر بين البلدين صحيفة Wall Street Journal الأمريكية نشرت مقالاً يتحدث عن تلميح واشنطن بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية تدعم حماس لكنها لم تحدد تلك الجهات بعد لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن عقوبات أمريكية على أنقرة ففي عام 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الأسلحة في تركيا بسبب حصولها على منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 بحجة أن المنظومة لا تتوافق مع التكنولوجيا الخاصة بالنيتو بل تشكل تهديداً للحلف وهذا العام فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات تركية ومواطن تركي متعمة إياهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها على أوكرانيا فهل ستعيد واشنطن الكرة وتفرض عقوبات جديدة على حليفتها التركية؟ أرحب بضيفي في النقاش معي من إسطنبول الدكتور سامير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي العام من واشنطن أرحب بضيفي بالدبلوماسي الأمريكي السابق السيد مسعود معلوف الخبير في السياسة الأمريكية يهل بك معي أيضاً في هذا الجزء من النقاش سيد مسعود دعني أبدأ معك يعني تصريحات من هذا النوع وعلى هذا المستوى هذه التحذيرات ما الذي قد يترتب عنها عندما نتحدث عن وزارة الخزانة الأمريكية وخاصة جزئية الإرهاب والدعم المالي؟ أولاً تحية لك وتحية للضيف الكريم أيضاً وللمشاهدين الكرام لنبدأ بالتوضيح بأن تركيا والولايات المتحدة يمكن وصفهما بأنهما ألد الحلفاء هناك تحالف بين هاتين الدولتين منذ أيام الناتو منذ نشأة الناتو وتركيا عضو هام فيه ثاني أكبر جيش من دول أعضاء الناتو وفي الوقت نفسه هناك خلافات لا تعد ولا تحصى كما جاء في تقريركم منذ لحظات بين هاتين الدولتين يضاف إلى ذلك أن العلاقات بين بايدن وأردوغان ليست على ما يرام حتى قبل أن يتسلم بايدن الرئاسة عندما كان في حملته الانتخابية وكان ينتقد بايدن يا أردوغان بشدة الآن ها هو بايدن أيضا الرئيس الأمريكي بايدن يستعمل سلاح العقوبات وقد رأينا كيف أن العقوبات حتى الآن التي طبقت على عدد كبير من الدول لم تؤدي إلى أي نتيجة على الأرض بالنسبة إلى فرض تغيير سياسة الدول التي هي عرضة للعقوبات رأينا ما حصل في روسيا مع حربها ضد أوكرانيا لم يتغير شيء قيد أنملة رأينا ما حصل مع إيران وباء وازدادت إيران قوة أكثر وأكثر ما حصل مع كوريا الشمالية في العقوبات ما حصل مع عراق صدام حسين في أيام العقوبات أي أن العقوبات بالنتيجة إذا فرضت على دولة ما لا تغير سياسة هذه الدولة ولكن قد تؤذي الشعب في هذه الدولة ما الهدف سيد نعلوف من هذه التصريحات من مسؤولة خزانة نعم هذه سياسة الرئيس بايدن نحن الآن في الولايات المتحدة قد بدأت العمل المعركة الرئاسية ورئاسة وأيضا بالنسبة إلى الرئاسة وإلى الكونغرس الانتخابات قريبة وكل فريق عليه أن يجند نفسه ويظهر أن عنده قوة الرئيس بايدن ضعيف في الوقت الحاضر هو متقدم في السن يتعرض لانتقادات كبيرة عليه أن يظهر أنه يقوم برعاية المصالح الأمريكية بجدية وهو ما زال تمسك بالقرارات من هذا المنطلق ربما هو شاء أن يظهر للجمهور الأمريكي بأنه يتسلم زمام الأمور بوعية نعم دكتور سمير صالحة الرئيس أردوغان يدرك كل ما ذكره ضيفنا السيد مسعود معلوف ولذلك أذانه ليست صاغية لهذه التهديدات الأمريكية أم أن لديه حسابات أخرى صحيح مساء الخير للجميع أولا لا أظن أن الرئيس أردوغان سيذهب باتجاه الإصغاء إلى ما تقوله وتريده الإدارة الأمريكية في هذه الآوينة تحديدا ربما لو نقشنا هذه المسألة قبل السابع من شهر تشرين الأول الماضي مع انطلاق العمليات في قطاع غزة لقلنا نعم أنه فيه ربما ليونة في الموقف التركي واستعداد للانفتاح والإسرائيلة ما تقوله واشنطن خصوصا بعد التقارب التركي الإسرائيلي ولقاء الرئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو والرئيس رجب طيب أردوغان في نيويورك لكن بعد انفجار الوضع في غزة والتصعيد التدريجي في نبرة الرئيس رجب طيب أردوغان والموقف الذي تتبعناه أنا وأنت في الساعات الأخيرة رسائل الواضحة ربما في العلن وبشكل مباشر هي للجانب الإسرائيلي وللتنياهو لكنها شيئنا ما بينها موجهة إلى الجانب الأمريكي أيضا لماذا؟ لأن واشنطن منذ السابع من شهر تشرين الأول كما تتذكريني تحركت بأكثر من اتجاه لتوفير كل الدعم للحكومة الإسرائيلية وهذه النقطة أساسية أغضبت أنقرة ودفعتها للبناء على مواقفها وسياستها في التعامل مع هذا الملف ولكن أي تلويح بالعقوبات الاقتصادية سوف تكون النتائج موجعة دكتور سمير صالحة الاقتصاد التركي ليس بألف خير أصوة أيضا باقتصادات دول المنطقة إلى حد ما يعني عقوبات على الشركات كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لنقل ضرب الاستثمار في تركيا لا أعلم هناك أوراق قوة كثيرة لدى الجانب الأمريكي بغض النظر عن الواقع الذي ذكره لنا ضيفي السيد مسعود معلوف عن ضعف الرئيس بايدن وخاصة موضوع الرسائل للداخل ما رأيك؟ هل يتحمل الاقتصاد؟ صحيح إذا ما قررت واشنطن التصعيد ضد تركيا في الأيام المقبلة بمقدورها أن تفعل ذلك لكن لا أظن لأن كل الطرفين لعب دائما ورقة تحييد الملفات تمييز بين العلاقات الاقتصادية التجارية العسكرية الأمنية السياسية وغير ذلك لا أظن أطلاقا أن واشنطن ستدخل في مغامرة باتجاه توطير العلاقات أو تصعيد مع أنقرة في هذه المرحلة لماذا؟ لأن ردت الفعل التركية حيال ما جرى في غزة قائمة وهي في تزايد بينما سأله الرئيس رجب طيب أردوغان لواشنطن التي تقول أنها تريد فرض عقوبات أو تهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب موضوع حماس هل أنتم تعاملون أنفسكم بنفس الطريقة؟ سياسة واشنطن حيال قصد حيال مجموعات الكائن الموازن محسوبة على فتح الله يولان التي تتمركز في المدن الأمريكية يعني فيه أكثر من ورقة متبادلة قادلة قادرة بالطبع استراتيجية في التأثير أيضا على مصالح الطرف الآخر والإدرار به هل تصل الأمور إلى هذه النقطة؟ واشنطن تنتظر عضوية السويد في حلف شمال الأطلس هي مثلا بين الأمريكي أكثر من مادة موجودة عند ديمة تؤكد أن واشنطن لنتظر باتجاه المغامرة الواسعة والتصعيد ضد أنقرة هو فقط ضغوط لنقل كلامية ولكن لا فتنظري مقاله السيد مسعود عندما قال ألد الحلفاء يعني نتحدث هنا عن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية سيد مسعود هل لديك تفسير أو تحليل سياسي عندما يتعلق الأمر بإرسال رسائل أمريكية للحلفاء أو الشركاء؟ ما الفرق بين تركيا وبين قطر؟ يعني تركيا تدعم حركة حماس وهي لا تصنفها إرهابية وهي إرهابية وفقا للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأيضا قطر هي ترفض تسمية حركة حماس حركة إرهابية وهناك قيادات أيضا على أرضها ما الفرق؟ هل فقط لأن قطر هي تتوسط؟ أم أن هناك حسابات وأوراق مختلفة ما بين أنقرة وما بين الدوحة؟ العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر مختلفة عن العلاقات والمصالح بين الولايات المتحدة وتركيا نعرف كيف أن قطر لعبت دورا هاما مساعدا للولايات المتحدة في العام 2021 عندما غادرت القوات الأمريكية بقرار من الرئيس بايدن أفغانستان وكيف أن استقبلت قطر هذه القوات أولا الطائرات القادمة والمسافرين الذين غادروا الأمريكيين الذين غادروا أفغانستان في قطر كذلك استقبلت قطر مفاوضات سلام أيام الرئيس ترامب الرئيس السابق ترامب استقبلت مفاوضات بين حركة طالبان وبين الولايات المتحدة أي أن قطر عندها دور وسيط مساعد للولايات المتحدة بينما تركيا ليس لها هذا الدور ولكن فعلا هناك مصالح متبادلة بين تركيا والولايات المتحدة لكنها عضو بحلف النيت وعدو جدا قوي وكلاكما ذكرت ما هذا الأمر صحيح صحيح هي عضو قوي ولكن أيضا الولايات المتحدة لها مصالح أخرى مع تركيا مثل ما تفضل الأستاذ صالحة مسألة انضمام السويد وفنلندا ربما فيما بعد إلى حلف شمال أطلسي هذا مطلب أمريكي قوي خاصة في مواجهة روسيا الآن في وضعها في حربها على أوكرانيا هذا مطلب هذه حاجة أمريكية ملحة وهذا يساعد الرئيس أردوغان على أن إذا سمحت لي بالعبارة يتغنج بعض الشيء في علاقاته مع الولايات المتحدة هو يصف بطفل مشاغب داخل حلف النيتو وهنا السؤال كيف التعامل مع هذه المشاغبة هل هي بالقوة أم هي بالترغيب هذا هو السؤال إطلاقا القوة لا يمكن أن تستعمل عسكريين عن قوة العسكرية أو قوة الضغوط بواسطة العقوبات لا أعتقد أنها ستؤدي إلى أي نتيجة لأن الولايات المتحدة أيضا بحاجة كما سبق وقلنا بحاجة إلى تركيا وهي لا تستطيع أن تتخلى عن حليف مثل تركيا أو أن تدخل في حرب بين دولتين هما أقوى دولتين عسكريا في حلف شمال الأطلسي القوة لا تجد هنا ولن تستعمل إطلاقا إذن أفهم منكما الرسائل هي للداخل الأمريكي أيضا هي محاولة للضغط كلاميا على الرئيس أردوغان الرئيس أردوغان ذهب بمواقفه لديه أيضا أهداف وأوراق قوة وأيضا اعتبارات إقليمية وأيضا في العالم الإسلامي هو ذهب اليوم دكتور سامير صالح هو موجود على ما أعتقد صح لهذه المعلومة في قطر الدوحة غدا هناك قمة خليجية ضخمة كبيرة ما الذي يتم التنصيق بين تركيا وبين الدوحة بمعية الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيابها يعني لاحظي معي أولا ديما قبل وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة كان هناك مدير جهاز الاستخبارات الأمريكي في قطر ومسألة التوقيت أو التزامن برأيه ليست صدفة يعني في نقل رسائل الآن تتم بأكثر من إتجاه نقطة أولى نقطة ثانية الولايات المتحدة الأمريكية تعرف اليوم أن تركيا عندما تتحرك في ملف غزة لا تتحرك بمفردها تتنصق مع مجموعة واسعة من العواصم العربية والإسلامية على ضوء بيان قمة الرياض يعني أنقرة الآن جزء أساسي من تحرك عربي إسلامي واسح حيال ما يجري في غزة نقطة ثالثة المهمة تعرفها واشنطن أيضا أن أنقرة جزء من اللجنة السباعية المكلفة من قبل قمة الرياض بمتابعة الملفات في موضوع غزة تحديدا بالتنصيق مع العواصم الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية إذن الآن تركيا موجودة على الخط في أكثر من ساحة نقطة أولى الآن في نقطة أهم يعني العلاقات التركية الأمريكية كانت مبنية منذ عقود على أن تركيا هي الإبن المدلل والآن البعض يريد تحويلها إلى الولد المشاغب مع الأسف الاستراتيجيات الأمريكية عندما هو يقال عنه أنه مشاغب براجماتي في النهاية عندما بدأت واشنطن في مطلع الخمسينيات الانفتاح الواسع على تركيا كانها حسابات ثنائية وإقليمية عبر الشريك التركي لا أظن أطلاقا أن واشنطن ستتخلى وتتراجع عن هذه الحسابات ديما المهم الآن أن الجانب الأمريكي هل سيواصل هذا الدعم هذا الشكل مفتوح على بياض لنتانياهو أم لا هذا ما تحاول أن تؤثر فيه على سياسة واشنطن تعني أطرح هذه النقطة قبل أن يدهمني الوقت أخذ برأي السيد معلوف وأيضا أخذ برأيك أيضا ونختم معا نقطة يعني الضوء الأخضر أو الشك على بياض لحكومة نتانياهو من قبل واشنطن كما ذكر ضيفي من تركيا هل يشمل ذلك أيضا موضوع الاغتيالات لقادة حركة حماس القادة السياسيين على الأراضي الإقليمية تم ذكر تركيا تركيا اليوم أصدر التصريح بأن هذا خط أحمر وستكون لديه سوف يكون هناك عواقب وخيمة قطر يعني هناك معلومات تحدثت في الجزء الأول من مسائية أن حسب الأعلام الإسرائيلي هناك استثناء لدورة قطر كيف ينظر أمريكيا سياسيا إلى موضوع الإعلان عن اختيالات في تركيا وفي قطر وفي لبنان مع هذه الفوضى الإقليمية أم أن هناك أيضا شك عبياض تحليليا أتحدث لا شك نعم تحليليا لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعلن عن موقف بموافقة قيام اغتيالات من قبل إسرائيل بحق أي كان في دول مختلفة من العالم هذا أمر لا تستطيع الولايات المتحدة من ناحية القانون الدولي ومن نواحي كثيرة أخرى أن توافق عليه ربما دمنيا تقبل بذلك فالولايات المتحدة منذ العام 1997 تعتبر حماس منظمة إرهابية وأي شيء يحصل لأي منها قادة هذه الحركة لا يزعج الولايات المتحدة إطلاقا ولكن أن تعلن علنا بصورة واضحة بأنها توافق على ما ستقوم به إسرائيل بالرغم من تأييدها المطلق وأقول الأعمى لإسرائيل لا أعتقد أنها ستقوم بالموافقة علىنا على مثل هذا القرار نعم دكتور سامير صالحة ممدى جدية التهديدات التركية في أقل من دقيقة لو سمحت فيما يتعلق باختيال قيادات حماس على أراضيها لا أظن أن إسرائيل ستورط نفسها في سيناريو من هذا النوع لأن هذا سيقوي الموقف التركي أكثر فأكثر وسيدفعه للتصعيد بشكل مباشر ضد سياسة حكومة نتنياهو في أكثر من مكان المخابرات الإسرائيلية ديما في العام 2023 حتى الآن حاولت أن تخترق داخل التركي أربع مرات والجهاز الإسخبارات التركي أوقف العشرات من العناصر الذين جهزتهم ودربتهم المخابرات الإسرائيلية جانب التركي يرصد التحرك الإسرائيلي في داخل تركيا عبر خلايا عبر ناصل تحاول أن تنشط بشكل أو بآخر إسرائيل تعرف ذلك جيدا شكرا لك الدكتور سامير صالحة سيد مسعود معلوف يهلا بك معي أيضا أنت والدكتور سامير في مسائية دي دابليو شكرا لكم على هذا التحليل وشاهدين الكرام الشكر لكم كانت معكم جيمة ترحيني تحيات إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى